السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الدرس نحن نتعرف على المثلس لكلاس سترينج مثل ما تتلاحظ هنا أنا محظر فد قائمة لبعض هذي المثلس الأكثر أهمية والآن نحن نبدأ بالمين كلاس نبدأ نختبر هذاني المثلس أول شي مثل ما تتلاحظ أيضا أنا معرف ثنيون سترينج سترينجات اثنيين أو جمل اثنيين وحنبدأ الآن بتطبيق عليهم المثل اللي راوتك القائمة على نسب المثال أول مثل نختبر هي length مثل ما تتلاحظ هذي ترجع لي قلت له ثاني هاي سترينج الأولى قلت له dot length يعني رجع لي length ملتها حيث رجع انتجر وهذا الانتجر الآن 16 يعني هاي بها 16 كاركتر زين حتى نختبر فالمثل أخرى مثلا اهنان نرجع هاي length ترجع لي طول سترينج أو الجملة الآن عدي مثلا ثاني مثلا مثلا character at هذا حيرجع لي الحرف او بالإندكس اللي احنا نطيه فاذا نطينا مثلا حيرجع لي آخر كاركتر بهذه السترينج لاحظ حيطيق جاي ليش ينطيني هذا لأنه احنا نبدأ نعد من الصفر فلو انطيتاني الآن صفر على سبيل المثال قلت له run هينطيني الحرف الاول T زين الآن خلي نختبر مثلا مثل مثل جديده اللي خلي نقول على سبيل المثال الاندكس اندكس اوف هذا اندكس اوف هذا حيرجع لك الاندكس للكاركتر اللي انت تنطيه فلو اني مثلا قلت له الكاركتر اي على سبيل المثال اقول له run لاحظ حيبدي يدور من بداية الجملة يقول صفر واحد لقابل position رقم اثنين اول اي فرجع لي اثنين نزين هاي المثل ايضا تقبل بعض برامتة ثانية وارغومنت ثاني اللي هو اني احدد له لانه يبدأ من يبدي يدور بال string ابحث من ثلاثة نشوف انه لحيرجع الرقم 5 لانه الاي الثاني هو في 6 خمسة هل اكت لها في 6 ابدا من 6 حيرجع اخر اذا اقول له자를 rolling INDEX LAST INDEX OFF لاحظ مرة لازم يلقاه يرجع نقام المرة الآخر اليمنت Эلمنت انيان لم يأتي حرف نحن كلمة هنا نقوم بoster سيبحث عنه لاحظ onde اخذها ال runtime و blues اذا قد انطفت des ما موجودة مثلا على سبيل المثال نقلنا له No اقول له ران حيط نشوف ينطيني ناقص واحد لانه ما لقى هاي الكلمة او الكاركتر حسب التشنونات اعطيه هنا الان نقدر نختبر فهد مثل اخرى على سبيل المثال خلن نختار مثلا او بس نحتاج سوري نحتاج ال dot operator هذا is empty لاحظ هذي شيك اذا كانت ال string هاي امتي يرجع true اذا بها characters او strings يعني حيرجع false فاللاحظ هنا انطاني false لانه المالتي بها characters فاذا قلت لاني من جديد الان ران وهي امتي انطاني ارر ليش انطاني ارر لانه انا اطلب اهن انا عندي اه اطلب character وهو غير موجود الان فيحتاج نسوي command لهاي الان اذا سيلا ران من جديد لاحظ انه true لانه الجملة مالتي او ال string هاي هي امتي الزيان الان نقول لك نترول زيت لان نحتاج هاي اول مجموعة خلن نقول من ال characters هنروح الى مجموعة اخرى مثلا اللي هي مثلا equal زيان احنا نقدر نلاحظ انه ذاني يعدي strings اثنين واني اقدر اه انفذ عليها مثلا فاد اه مثل اللي هي equal equals زيان وانطي مثلا هذاني strings اذا كانت اه محتويات النفس لاحظ هنا اذا strings بهن نفس ال characters بالضبط يعني ما بيه اصغر اكبر اه عفو يعني capital letter small letter زيان يرجع لك true بس على شرط ايضا اثنين هن strings object يعني هاي ال equality لازم داني اثنين هن strings object زيان شون يعني يصير مو strings object على سبيل المثال لاحظ مثلا اذا استخدمت strings buffer ها? strings buffer هاي مستقدر ان شاء الله strings buffer هذي اذا اخذت الان هاي strings نفسها ما عملتها القواتز قلت لها copy قلت لها control v اهنانا والان ابدل هذا الى ال b زيان هذي المحتوى هو نفسه زيان محتوى هو نفسه لكن يرجع لك false اذا استخدمت ال equals ليش? لانه objects مختلفة زيان اكم وانه مثل اتشيك فقط المحتوى نعم اكو احنا الان نبدل هاي المثل نخلي هي dot content اذا اقلنا ل dot contains اا ملم اهنان نخلي بي. انسوي لا را الاحظ جاني true. هاي المثل contains اني يمكن المهم contains. الآن بعد عندنا مثل اخرى على سبيل الى مثال هسا احنا خلي نرجع على ال نركز على ال equals من جديد لاحظ الآن انا دا سوي general comparison المقارنة بين ال S1 وال B بس هسويها بين ال S1 وال S2 يعني string ولو string ثانية المفروض ينطيني ايضا الآن true اثنين هن بس هسوي تغيير بسيطة الآن لاحظ بال S2 هذا الكابتر اللي ترحى سوي T small letter اقول لها run لاحظة طاني false لان الآن هذي string وهذه string مختلفة زيان اه زيان اشلون اه هل اكون مثلت حتى هاي المشكلة قال انه نجاوزها نعم تكتب equals ignore ignore case equals ignore case اذا كتبت صحيحة لا كتبتها صحيحة اهنان ignore اذا اهنان ignore case زيان الآن اذا اقول لها راحظ true true لاحظ لحد الان احنا اخدنا اه هاي الماثدس الى حد الان اللي هنان تقريبا الان نقدر نكمل ويا start with check اه لاحظة الان اقدر استخدم مثلا المثل start with زيان اهنا انطي character او letter زيان اه starts with اه اه مثلا اذا قلت له هسا start with this هذا حيرجع boolean يعني true او false اللاحظة اذا قلت له run الان يقولي true لانه هي starts with with يعني هذا الشيء وهي this زيان اه بس اذا قلت له ايضا طبعا small اهنا اذا قلت له تي حيصير ارار عدي حيطيني false لاحظ لانه ايضا عندي end with بس قبل ما اقول لك ما اكمل حالان هش حسوي حقول له is يعني start with is طبعا هسا هو يطيني false يعني start with this زيان بس انا اقدر ايضا اقول له اشتاز هذا المقطع فاقول له مثلا لاحظ واحد اثنية يعني zero واحد اثنية ثلاثة اربعة فاقول له ابدأ من الاربعة ابحث زيان خلو نشوف فلان اذا قلت له طاني false ابدأ من الخمسة لانه معناتها اخذ ال space زيان فاذا اقول له ابدأ الان من الخمسة نقول له اللاحظ يطيني true لانه اذا يعني اذا اقول له ابدأ من الخمسة لازم اقول له ابدأ من الخمسة هنا i يبدأ من ال i زيان اه نفس المعنى ايضا نقدر اه المثل الاخرى اللي هي ends with زيان dot ends with زيان وايضا مثلا هنا انا نقدر نقول له ends with ing حيطيني true زيان اذا قلت له ends with g واحدة ينطيني true زيان بس اذا قلت له مثلا اذا على سبيل المثال قلت له space t ing زيان يعني اذا حيقارن كل هاي string حيجيب هاي string يقول هل هاي تشبه هاي طبعا اكو فرق لانه عندي هنا space واهنو عندي s بهذا الموقع في يطيني false فهذا انا لو على سبيل المثال لو خليت طبعا بهذا سوري لو خليت الان اس لاحظ حيقول ليش لانه عندك اه 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 سوري اه هنا عندي لازم زيان فانقول له يطيني true الان بس حتى انا اثبت لك حالغي هذا زيان لانه صار عندنا ايرار احنا عدي false الان مثل ما دا تلاحظ يعني يبدي تشيك من هنا والحد اه الحد انه اذا صار فرق او لا اه كامل يعني متطابق اعتقد الفكرة واضحة ام الممكن غير ممكن كاتنيت بعد عندنا كون كاتنيت هي تربط جملة بجملة مثل whole Obrigator خليق له مثلا كو كاتينت كو كاتينت زيان انطي هنان متلا الصدو اللاحظ حيربط حيربط لاني الجملتان يسويهم جملة واحدة هنا económمل الحوضة لازم تنتبه عليها انه هاي new character new boolean objects لاحظان هنا قايل لك الكون كارتين اي ترجع new strings object عفوا اي قلت boolean هي new string object يعني جملة مختلفة كل ذنين methods مثل ما دا تلاحظ لانه احنا ما نقدر نعدل على الجملة نفسها اي تعديل على الجملة حيأدي انه احنا ننشئ جملة جديدة طبعا بنفس المعنى اعتقد بعد to upper case يحول هنا ال capital letter هنا ما تحتاج جملة ثانية يعني هنا مجرد تكتب مثلا ما نلاحظ to upper case مثلا to upper case هنانه اي ما تحتاج نقول له نلاحظ ال lower case نفسها بعد شنو عدنا من الجملة المهمة عدنا خلي نقول هاي trim هاي شنو باوع الان لو هاي نطينا سائل method بهذا اسلوب هذي وقلنا لهم ويلتوا upper case ما مشكلة نلاحظ انه اكو space اذا انطيت الان هنخش خلني سوي اكثر من اه من شن ايضا نخلي اكثر من method اذا دخلت بعد نقوم باوعب اللي trim عليها ازيان لاحظ الان هيلغي هذا ال space من البداية ومن الاخير الان حتى ايش لايش تشتبه عليك الان بس انا رغيتك ايضا شون نقدر نخلي اكثر من methods نعملها replace يبدل ازيان يبدل character by character او كلمة بكلمة فاذا اهنا الان قلنا لها string one dot replace ازيان واهنان لازم ننطي نقول لها replace شنو وبشنو مثل ما نقول يعني فاذا قلنا لها مثلا replace ال is خلنا نقول نقول الان بس عندي انا اشوف ارار اه كاتبها مصحيح ايه ما كوالشان فهنان الان هاي هي replace لاحظ انه بدل كل ال is هنا عدك is بدلها ايضا بدلها ومثل ما قلنا هاي new string زيان طبعا بقد هذا المحطوطة هنان وايضا بالاخير اذا تلاحظ هم بعد بس هاي مو مشكلة split هو يجزء مالتك الرجع شوف هنان شنو قايلين اه هذا حيرجع لك زيان وخلنا نشوف هاذا شون هنسع نسوي طبعا split انت اذا اه sorry split الان هنان الداخل هاذا شنو تنطي هنا تنطي split على اي اساس يعني هل مثلا تريد اه تريد اسوي split على الفراغ تريد اسوي split على كوما حسب على letter فهذا احنا اذا قلنا لها الان split على هذا الفراغ لاحظ الان اذا سوي لها طبعا run خلنا نشوف اه يطيك هنا نلاحظ هاذا شنو انطاني لان هاي صارت مصفوفة فانطاني تعريف مالتها او ال ID مال هاي المصفوفة بس انا حتى انثبت لك شرح اسوي بس ان شاء الله همدوك هستخدم كمصفوفة اقول لها طيني اول اه character بهاي المصفوفة هو ايش هيطلع بس احنا خلنا نضغي هذا ايضا البيض هيطلع this هذا اول character لاحظ اذا طيتها مثلا الان اه واحد هو هيقسمها على هذا الفراغ يعني منها 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 طبعا تقدر تستخدم for loop بس اختصارا للزمن اثبت لك انه هي مصفوفة بي انه اختار عناصر من هاي المصفوفة بوقعت عندنا اخر 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 مثل اللي هي to character array هذا حيحول لك هاي المصفوفة الى اه سوري هنا لازم نخلي to character array هذا حيحول هاي المصفوفة الى characters او سوري هنا لازم اي اقواص اوكي زيان حيحول هين الى characters اه وشوان حان حاثبت انت تقدر تستخدم ايضا ما راح استخدم ايضا ما راح استخدم اول لتار اللي هنا انا غطيت معظم معظم المثلز المهمة بشكل سريع ارجو انه كانت عندك الفكرة ونشوفكم احنا بدرس قادم مع السلام